بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله رح نتحدث عن Doom Instructions ما هي Doom Instructions رح نعرفها Doom Instructions هي معناتها إضافة أوامر معينة إلى وسم معينة ورح نوضح ذلك في هذه المحاضرة وأمر سهل وبسيط وجميل جدا في الجيكوري تعالوا نجي إلى محررنا رح نقول عندي def def رح نقول class مثلا نسميه مثلا test على سبيل المثال طيب رح نجي الآن jQuery رح نقول function عفوا function طيب ننقضغ الـ function نبدأ طبعا نفس ما اتفقنا بداية نكتب DOM أو إلى ما خلاف document ready اختصرنا الوقت طيب تعالوا نعرف نبي نفرض مثلا خلونا نكتب هنا شيء مثلا I love jQuery خلونا نرغي نضرب refresh I love jQuery طيب فلنفرض أنا مثلا عساس نوضح ما هي الـ Insturation طيب فلنفرض مثلا أني بضيف على I love jQuery أو ما بيضيف أبي إذا ضغطت عليها مثلا يتغير من I love jQuery إلى مثلا It is javascript library على سبيل المثال تعالوا نجي إلى محررنا نقول لها بكل سهولة نقول لها اختار لنا بclass اللي هو test عفوا test dot click عند الضغط عليه function أبدأ في إن شاء function بعدين رح أقول له dollar sign حول لي dot test رح أستخدم dot html عبارة جديدة وأنا شرحتها قبل فيما مضى يعني من دروس بس ما شرحتها يعني فقط كنت أستخدمها بس ما شرحتها قلت لكم رح أشرحها فيما بعد الآن وقت شرحها طيب ورح أقول مثلا it is عفوا it is javascript lab اختصار للعبري طيب طيب إذن إذا تم الضغط على test الدف التالي حول it is javascript lab وهي معادلة إلى in near javascript تعالوا نعمل refresh رح تلاحظ it is javascript lab طيب هذه ممكن تستخدم معها html ممكن تستخدم اللي هي الوسم التالي عفوا الفنكشن html ممكن تستخدم معها وصوم html من غير أي مشاكل يعني ممكن تقول h2 على سبيل المثال طيب بهذا الشكل لاحظ معاي refresh رح أضغط عليها رح تلاحظ it is javascript lab طيب جميل هناك أيضا شيء ثاني اسمه text هي معادلة للhtml إلى أن الفارق أن الhtml اللي قبل اللي استخدمناها تقبل وصوم الhtml طيب تقبل وصوم الhtml بينما text هي نفسها لكن ما تقبل وصوم الhtml تعالوا نلقي نظرة refresh رح تلاحظ ما قبلت وصوم الhtml جميل إذن هذا الفارق ما بين text وhtml هي نفس العملية تستبدل النص اللي موجود لكن html تقبل الhtml الوصوم طيب أما text ما تقبل الhtml واضحة إذن عندي text وhtml إذن خذينا text plus html عساس لا نضيع عساس أنا معكم لا أضيع طيب طيب نقول plus بعد عساس رح نستخدم شيء الآن جميل رح نأخذ الآن شيء اسمه event ما هي معنات event تعالوا نقول مثلا نقول it is javascript it is javascript event event معناتها ضيف لي لا تزيل هذا لا تزيل النص اللي موجود بل ضيف لي خلونا نعطني المسافة هنا بل ضيف لي علي آخر شيء يعني نروح لي هنا في هذا المكان هنا آخر شيء يعني آخر الوسم هنا في هذا المكان ضيف لي هذا النص اللي أنا وضعت هذا معنات event خلونا نجيبها اساس نضعها هنا تعالوا نعمل refresh لاحظ معاي أضغطها رح تلاحظ it is javascript مو شرط اني استخدمها بهذا الشكل ممكن استخدمها من غير التالي خلعت طلهم لاحظ معاي أول معاي من refresh رح تلاحظ it is javascript رغم اني لو بفتح view bit source رح تلاحظ انه هنا ما في شيء مكتوب ما في it is javascript لانها مكتوبة عن طريق javascript أو مضافة عن طريق javascript طيب عندي أيضا event عندي شيء اسمه pre pent أعتقد تسميها بهذا الشكل prevent أيوة prevent prevent تضيف في بداية النص عكس event تضيف في بداية النص يعني هنا طيب إذن هذا رح نضاف خلونا نضع مسافة prevent خلت تذكر والله توقع prevent refresh أيوة prevent it is javascript lab i love jquery تضاف إلى أول شيء إذن event آخر شيء تضيف و prevent تضيف أول الوسم يعني أول شيء طيب إذن عندي prevent خلونا نجيبها هنا وقل prevent باقي لنا آخر شيئين وننهي عليهم هي event 2 ما هي event 2 event 2 معناتها أني رح أضيف شيء إضافي إلى وسم معين وأقدر أستخدم في html فرح أقول مثلا h1 مثلا h1 java script على سبيل المثال طيب رح أقول event 2 رح أضيف إلى شوف هنا رح أقول رح أضيف إلى event 2 رح أضيف إلى لكن event 2 معنات رح أضيف إلى آخر شيء يعني هنا رح أضيف إلى التالي لكن آخر شيء هنا هذا معنات event 2 طيب event 2 وين رح أتحدد أنت المكان رح أضيف إلى رح أقول لك test مثلا إلى test عفوا test مهلا لدي نكتب my test طيب refresh رح أتلاحظ I love jQuery event 2 أضاف لjava script آخر شيء جميل هذا بالنسبة إلى event 2 أيضا عندي الى pre event 2 نفس الفكرة لكن يضيف أول شيء refresh رح أتلاحظ pre-bent يضيف أول شيء إذن هذا pre-bent pre-bent 2 دعونا نضع plus event 2 وعندي plus pre-bent 2 إذن خذينا text html event pre-bent event 2 pre-bent 2 أتمنى أننا سهلين وما فيهم أي صعوبة خذونا نتأكد نخذيناهم كلهم أيوات demonstration كلهم أخذناهم وبإذن الله سهلين وبسيطين وما فيهم أي صعوبة إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته